في نابلس يلتهم مئات الدنومات من أراضي المواطنين اللجنة الاستشارية للأنوروى تناقش غدا في الأردن موازنتها للعام المقبل وتطورات أزمتها المالية نتنياهو يلتقي وزير ماليته اليوم في محاولة لتجنب إنهاء ائتلافه الحكمية أهلا بكم إلى التفاصيل استقبل سيد الرئيس محمود عباس والدة وشقيق الأسير عضو اللجنة المركزية لحركة فتح كريم يونس واطمأن على أوضاعه وزملائه في الأسر مشددا على أن قضية الأسرة هي قضية الشعب الفلسطيني بأسره وأكد سيد الرئيس أن قضية الأسرة تحتل الأولوية لدى القيادة التي تبذل كل جهد ممكن مع المؤسسات والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي لإطلاق سراحهم من سجون الاحتلال من جانبها أثنت والدة وشقيق الأسير يونس على جهود السيد الرئيس واهتمامه الدائم بقضية ابنهم كريم وزملائه في الأسر بحث رئيس الوزراء رمي الحمد الله مع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص سبل تعزيز التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالاقتصاد الوطني وتطويره وأطلع الحمد الله أعضاء المجلس على الأوضاع السياسية والاقتصادية إضافة إلى الوضع المالي في ظل انخفاض الدعم الخارجي ومساعي الحكومة في التغلب على هذه الأزمة واستعرض رئيس الوزراء أهم المراحل التي مر بها قانون الضمان الاجتماعي والتحضيرات الجارية للبدء بتنفيذه حسب الألية التي أقرها مجلس الوزراء مجددا تأكيده على تنفيذ كل ما سيتم الاتفاق عليه من تعديل لأي بند بأثر رجعي من خلال الحوار الجاري بين اللجنة الوزرية وكافة الأطراف تحت رعاية سيد الرئيس محمود عباس وبمشاركة رئيس الوزراء رامي الحمد الله ممثلا عن سيادته انطلقت في رمالة أعمال المؤتمر الدولي الصحفيون تحت النيران بمشاركة وفود عربية ودولية ويناقش المؤتمر ما يتعرض له الصحفيون والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية من انتهاكات واعتداءات من قبل قوات الاحتلال هذا ومنع قوات الاحتلال عددا من المشاركين في المؤتمر في مؤتمر الصحفيين الدوليين من دخول الأراضي الفلسطينية شددت حكومة الوفاق الوطني على أن الاقتحامات التي تطال المسجد الأقصى هي جزء من مخططات الاحتلال الهادف لإشعال المنطقة عبر فرض حرب دينية غريبة ومرفوضة وقال المتحدث الرسمي بس الحكومة يوسف المحمود إن جريمة العدوان على المسجد الأقصى باقتحامه والمساس به هي جريمة جهنمية اقترفها وأسس لها الفكر الإرهابي المتطرف هذا وكان وزير الزراعة الإسرائيلية المتطرف أوري أريل قاد اقتحامات جديدة للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة على رأس مجموعة من المستوطنين وبرفقة حراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة وكانت مجموعة من المستوطنين قد جددت اقتحاماتها للأقصى ونفذت جولات مشبوهة في باء المغلق في الخليل حيث قاموا برشقها بالحجارة مما أدى إلى تحطيم زجاجها وقال مراسلنا إن مركبة الإسعاف كانت تمر في شارع الشهداء لنقل حالة مرضية إلى المشفى لكن المستوطنين تعمدوا الهجوم عليها لتأخير وصولها في تل رميدي في البلد القديم في تشتوه وصلت الصيارات الإسعاف تقريبا بعد دقيقتين إلى موقع يسمى اللي هو الدوار الموجود في شارع السهلي اللي عند الحسب القديمي هناك كان هناك مستوطنين 15 إلى 21 اعترضوا السيارة ووقفوها وبدأوا بتكسير الزجاج الأمامي وهيكل السيارة والسب الشتم على موظفيننا مما أدى إلى عاقتها وعدم تمكن الطاقة من الوصول إلى الحال المرضي في نابلس شقة مستوطنون طريقا استيطانيا جديدا في أراضي بلدة عصيرة الشمالية من أجل الوصول إلى قمة جبل عبال وهو ما يعني الاستيلاء على مئات الدنوات الزراعية وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس إن شقة الطريق الذي يصل طوله لأكثر من كيلو مترين في منطقة تسمى برنات جاء بهدف تسهيل وصول المستوطنين إلى ما يسمى مذبح يوشع بنون على قمة جبل عبال حسب المعتقدات التلمودية أكدت اللجنة المركزية لحركة فتح أن لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالدعوات المشبوهة لتنظيم مهرجان في قطاع غزة في الذكرى الرابعة عشر لاستشهاد القائد الرمز ياسر عرفات يوم الثلاثاء المقبل وقالت مركزية فتح إن من يقف وراء هذه الدعوات ويدعمها هم أصحاب العقل الإنقلابي الذين يلحقون القضية الفلسطينية وقرارها الوطني المستقل بأجندات إقليمية لا تمت بمصلة للمصالح الوطنية العليا لشعبنا منعت سلطات الاحتلال عقدة فعالية تنظمها جمعية تطوع الأمل في البلدة القديمة بالقدس المحتلة وأفادت مراسلتنا أن قرار المنع جاء مما يسمى وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان بزعم أن الفعالية تدعمها السلطة الفلسطينية قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الرئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي إن اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الأنروة برئاسة تركيا ستبدأ أعمالها يوم غد في المملكة الأردنية الهاشمية لبحث سبول توفير كافة أشكال الدعم لوكالة الغوث ولفت أبو هولي إلى أن اجتماعات اللجنة الاستشارية ستكون على جدول أعمالها لنقاش مسودة موازنة وكالة الغوث الدولية للعام 2019 مضحا أن الوكالة ستقدم عرضا تفصيليا لآخر المستجدات بخصوص التقدم الذي تم إحرازه على صعيد تنفيذ استراتيجية حجد الموارد والخروج من أزمتها المالية إلى ذلك أعلن الناطق الرسمي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروة سامي مشعشع أن مفوض عام وكالة الغوث بير كريمبل سيعلن غدا خفض العجز المالية وأوضح مشعشع أن المفوض العام سيعلن خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية للأنروة برئاسة تركيا غدا أن حجم العجز المالي بعد التبرعات والتعهدات سيؤدي إلى خفض القيمة من 64% إلى أقل من ذلك أكدت هيئة وشؤون الأسرة والمحررين استمرار جريمة الطبية التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرة المرضى من خلال عدم تقديم العلاج اللازم لهم والاستهتار بأوضاعهم الصحية خالد طاوع والتفاصيل في داخل أقبية وزنازين الاحتلال ما زال مئات الأسرة المرضى يعانون من سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تمارسها مصلحة السجون ضدهم بهدف جعلهم فرائس سهلة للأمراض الفتاكة تنهش أجسادهم النحيلة أصلا بفعل سنوات الأسر والغياب الطويلة والقهر والإذلال داخل غياهب السجون ففي شهادات حية للأسرة المرضى أو الشهداء مع وقف التنفيذ أكدوا أن الاحتلال يمارس أقصى صنوف الإهمال الطبي حيث تكتفي عيادات السجون التي تفتقد لأدنى مكومات الرعاية الطبية والأطباء بإعطاء المسكنات من دون إجراء فحوصات لتشخيص حالاتهم المرضية والتعرف على سبب أوجائهم في مراكز أو مشاف متخصصة ضاربة بذلك القوانين والشرائع الدولية والإنسانية بأرض الحائط استهتار قوات الاحتلال بحياة الأسرة المرضى البالغ عددهم سبعمائة مريض بصورة متعمدة أدى إلى استشهاد مائتين وخمسة عشر سقطوا بعد خروجهم من السجن بفترات وجيزة بسبب أمراض ورثوها من السجون ما يدل على قسوة الجلادين الذين باتوا يستخدمون الإهمال الطبي كأداة للموت البطيء في باريس نظمت فعالية منددة بانتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعبنا وسط تأكيدات بضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها إبراهيم الحموز والتفاصيل ضمن الفعاليات الداعمة للقضية على الساحة الدولية شارك العشرات من المتضامنين في وقفة تضامنية في العاصمة باريس بدعوة من مؤسسات فرنسية داعمة لقضيتنا وسط تنديد واسع بانتهاكات الاحتلال المستمرة بحق شعبنا خاصة العدوان الأخير على قطاع غزة 12 عاما على حصار غزة لا تزال هناك مذابح ووقف اطلاق النار هو نقطة يمكننا ريته جيدا منذ يوم الأربعاء كان هناك شهيد فلسطيني والعديد من الجرح أمس ثلاثة منهم في حالة حرجة قد يكون هناك قتل الآن في المسيرات السلمية مسيرات للشباب الذين يسألون عن العيش الكريم وراء الأسلاك الشائكة ورفع الحصار لا يوجد مياه للشرب ولا كهرباء ولا إمكانيات علاجية كافية ماذا يعني هذا؟ إنها بربرية وأكد المشاركون على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها كافة مطالبين بتوسيع حملة المقاطعة لعزل سلطات الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة حتى لو كان الناس لا يعرفون بالضبط ما يحدث على الأرض فإنهم يشعرون أن هناك حالة من الظلم وهذا أمر غير مقبول وعمما فإن الرأي العام غير موجود كليا والسبب ربما لأنه أيضا يتكرر نفس الشيء الذي حدث منذ فترة طويلة في فرنسا فمنذ عام 1940 كانت فرنسا نفسها في حالة احتلال وكان هناك مقاتل المقاومة الذين كانوا يقدمون أحيانا في ذلك الوقت كأرهابيين وأحيانا كأشخاص منحرفين ولكنهم اليوم تم الشكرهم لأنهم هم الذين حرروا الوطن فإننا نشعر أن هذا السؤال يمكن أن ينتقل إلى فلسطين وأن أولئك الذين يسمونهم كأرهابيين قد لا يكونوا كذلك وفي غضون سنوات قليلة في التاريخ هم مقاومون وأبطال تحرير وفي مشهد غير مألوف في الفعاليات التضامنية رفع المشاركون عكاكيزة باتت مألوفة في كل بيت في قطاع غزة بسبب استهداف الاحتلال الممنهج للشبان في أطرافهم السفلية خلال قمع المسيرات السلمية نحن اليوم حابنا أنغو أوماج للمشروحين والمصابين في غزة حاولنا فعلا نمشي بالعكاكيز لكن كانت فعلا تجربة صعبة والله يحميهم والله معهم هنا في ساحة سان ميشيل احتشد العشرات من الفرنسيين تضامنا مع ابناء شعبنا الفلسطيني في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية من قلب العاصمة الفرنسية باريس إبراهيم لحموز تلفزيون فلسطين هذا وأحيى السفارة فلسطين في إسبانيا ذكرى رحي القائد ياسر عرفات ومروري ثلاثين عاما على إعلان الاستقلال في مقرها بمدريد بحضور عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة وأبناء الجالية الفلسطينية ومتضامنين إسبانا واستعرض سفير فلسطين لدى إسبانيا كفاح عدد أهم معاني الاحتفال بذكرى الاستقلال مؤكدا على التمسك بالثوابت التي استشهد من لأجلها القائد ياسر عرفات وطلب عدد المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية داعيا الدول الأوروبية عامة وإسبانيا خاصة إلى الاعتراف بدولة فلسطين وضع سفير فلسطين لدى اليونان مروان الطباص إكليلا من الظهور على أضرحة شهداء الحركة الطلبية التي أطاحت بالحكم الدكتاتوري في أثناء وأكد الحضور وقوفهم مع نضالات الشعب الفلسطيني لدحر الاحتلال مؤكدين عمق العلاقات بين البلدين في تل أبيب ألغى رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو اجتماعي وزراء حزب الليكود ورؤساء كتل الاتلاف وذلك على خلفية دفع رؤساء كتل لتقديم الانتخابات وقبل انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية يلتقي نتنياهو ورئيس حزب كولانو الإسرائيلي موشي كحلون في محاولة لإقناع الأخير بالتراجع عن موقفه الداعي إلى تقديم الانتخابات وكان نتنياهو قد التقى أول أمس مع نفتالي بنت لكن هذا الاجتماع فشل أيضا بعدما رفض نتنياهو طلب بنت بتولي حقيبة جيش الاحتلال على الصعيد الدولي قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيرزامي إنها لا ترى بديلا لخطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي التي قدمتها الأسبوع الماضي مؤكدة أنه في حال رفض أعضاء البرلمان الاتفاق يعني مزيدا من الانقسام وإخفاقا في تحقيق نتيجة دصويت الشعب البريطاني هذه الشوامر والتفاصيل تنقسم الحكومة البريطانية على نفسها بين مؤيدا ومعارضا لخطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي طرحتها رئيسة وزراء بريطانيا تيرزامي تلك الخطة ورغم استقالة عددا من الوزراء في الحكومة على إثرها أكدت مي عدم تخليها عنها متحدية بذلك معارضها موضحة أنها لا ترى بديلا عنها في ظل عدم وجود أخرى على الطابلة وفي الوقت الذي ترى فيه مي أن بريكسيت هو الطريق الصحيح لبلادها وشعبها يسعى مسؤولون كبار من حزب المحافظين الذي تتزعمه مي للإطاحة بها من الزعامة بحسب تقارير إعلامية خاصة وأن بعض أعضاء حكومتها طالبوا بإعادة التفاوض على مسودة اتفاق الخروج قبل لقاء زعماء الاتحاد الأوروبي المقبل مقابل ذلك كله ستواجه رئيسة وزراء بريطانيا معضلة في تمرير اتفاقها في البرلمان البريطاني ويقضوه لمهاجمته في إشارة منها أن رفض أعضاء البرلمان الاتفاق سيعيد بريطانيا إلى مربع الصفر هذا الإصرار والتشدد من تيريزا ماي أشار محللون أنه قد يطوح بزعامة تلك المرأة الفولاذية الثابتة وذلك في ظل طرح حجب الثقة عنها من حزبها والذي يحتاج لتوقيع 48 عضوا للتصويت وقع منهم 37 فهل ستغير ماي اتفاقها بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي أم ستخرج بريطانيا من الاتحاد دون أي اتفاق وهو الأمر الذي حذر منه صندوق النقد الدولي بأن بريكسيت ستكون تكلفته كبيرة على الاقتصاد البريطاني يذكر أن خطة ماي نصت على الإبقاء على علاقة تجارية وثيقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد بريكسيت المقرر في نهاية آذار المقبل وخصوصا على إقامة منطقات تبادل حر للمنتجات الصناعية والزراعية مع إنهاء حرية تنقل المواطنين الأوروبيين ورقابة محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي هذه الشوامرة تلفزون فلسطين وصلت فرق الطب الشرعي بحثها عن مزيد من الضحايا في بلدة بردايس شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية فيما تحاول السلطات معرفة مصير ألف شخص ما زالوا في عداد المفقودين جراء أسوأ حريق غابات تشهد الولاية على الإطلاق وزار الرئيس الأمريكي دونالد ترام منطقة سيرة التي دمرتها الحرائق وقالت السلطات إن فرق الإنقاذ انتشلت هناك رفاة ما لا يقل عن 71 شخصا وقال ترام متحدثا للصحفيين إن السوء الإدارة الفادح للغابات هو السبب في الحرائق وخروجها عن السيطرة للفت الأنظار إلى مشكلة التغيير للمناخي بوسطت أكبر بطاقة بريدية على جبل جليدي في سويسرا حسب موصوعة جينيس للأرقام القياسية تحتوي على رسائل ورسومات تحذر من خطره المزيد في التقرير التالي من علو 3400 متر على جبل ألتش الجليدي في سويسرا بوسطت أكبر بطاقة بريدية في العالم على امتداد 2500 متر مربع حسب موصوعة جينيس للأرقام القياسية والتي تحتوي على 125 ألف رسالة ورسم من إعداد أطفال وشباب للتوعية بمشكلة التغيير المناخي كتب عليها أوقف التغيير المناخي ونحن المستقبل أعطونا فرصة تأتي هذه المبادرة ضمن حملة تنظمها المديرية السويسرية للتنمية والتعاون ومؤسسة وايف بمشاركة مؤسسات مدرسية من 35 بلد تمهيدا لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرين الذي سيواقد الشهر المقبل في بولندا وهو هيئة اتخاذ القرارات المسؤول عن مراقبة واستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ القائمون على الحملة أعلنوا أن نسخة من البطاقة البريدية سترسل للمشاركين في المؤتمر من أعلى مكتب بريد في أوروبا في حادثة تدلل على أن العمر ليس مجرد رقم سيدة ثمانينية تجوب بشاحنتها شوارع سانت بوترسبورغ لمساعدة المتقاعدين والمحتاجين المزيد في تقرير أعجوه لم يعد العمر مجرد رقم فالروح هي القائدة والمسيرة للجسد ففي حادثة فريدة من نوعها وفي عمر الثمانين كبر الخير فيها بتقدم عمرها فنثرت الخير بين الناس رغم تجاعد وجهها وعمرها الكبير قالينا ياكو ثمانون عاما تستيقظ كل صباح وتركب شاحنتها المحملة بالمواد الغذائية لتجوب بها شوارع سان بوترسبورغ في جولة على متقاعدين طاعنين في السن يتقاضون معاشات تقاعدية تقدر بمئتي دولار وكانت هذه السيدة الثمانينية قد أسست جمعية خيرية تعرف باسم دوبروتا أي الطيبة بالروسية وهي من تتولى إدارتها وتسير شؤونها وتقوم بإيصال بطائعها وبفضل طبعها اللين وشخصيتها القادرة على الإقناع نجحت قالينا في إيجاد داعوين لجمعيتها من أصحاب مطاعم صغيرة ومتاجر للمواد الغذائية وأفران عوضا عن بعض الأصدقاء والمعارف وخلال الأشهر الأخيرة تصدرت مسألة الرواتب التقاعدية الزهيدة أخبار الساعة في روسيا بعد الإعلان عن إصلاح يرفع تدريجيا سن التقاعد بمعدل خمس سنوات أي ليصبح خمسة وستين للرجال وستين للنساء وذلك بموجب تدبير أقره الرئيس فلاديمير بوتين وهو الأول من نوعه منذ عام 1932 وبلقب الملاك الحارس المطلق عليها من قبل الجيران تبحث قالينا بحب وشغف وعطف عن المحتاجين والمتقاعدين وبعض المعوقين فهم في كل مكان على حد قولها لتلفزيون فلسطين رؤى عجوة وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العنوين شق طريق استيطاني جديد في نابلس يلتهم مئات الدنومات من أراضي المواطنين اللجنة الاستشارية للأونروا تناقش غدا في الأردن موازنتها للعام المقبل وتطورات أزمتها المالية نتنياهو يلتقي وزير ماليته اليوم في محاولة لتجنب إنهاء ائتلافه الحكومي نهاية النشرة نشكر لكم طيباً متابعة وادمتم بخير إلى اللقاء اشتركوا في القناة